فإذن يسوع اتحاكم محكمة دينية أمام قيافة حنان ومجمع السنهدرين المحكمة المدنية كانت أمام بلاطوس أمام هيرودوس أنتيباس ورجوعا إلى بلاطوس طبعا تهمة التجديف غير كافية أنه تقنع بلاطوس فقالوا يثير فتنة في الجليل فتنة طبعا الرومان موجودين الحاكم موجود لغرضين يحفظ السلام اللي هو باكس رومانة السلام الروماني ويجمع الضرائب لا يحتملوا أي مظاهرة مشانيك بلاطوس كان بيجي من قصاريا على البحر الأبيض المتوسط إلى قلعة أنتوني على الأقل ثلاث مرات حتى يحافظ على الأمن لأن معظم الثورات بتكون بعد العيد أو خلال الأعياد اليهودية ولسيما في فئات دينية متعددة منهم الصدقيين والفرسيين والغيرين إلى آخره فكلهم بيتنازعوا فمرات بتحدث ثورات من بعض المتطرفين فوجود الرومان حتى يقمعوا أي ثورة فقالوا يثير فتنة هدول الجلليين اتعارفهم يا بلاطوس دول جماعة الثورة يهيج الشعب وبعدين بقول بيؤمر أن لا تدفع جزية لقيصر مع أنه بس من أكم يوم قال إن أروني دينارا أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله وعلى فكرة اللي قالوا ما عندهم مش أي ملك إلا الله قالوا لبيلاطوس ليس لنا ملك إلا قيصر يعني فعلا كأنه فرق من خيرهم بلاطوس لأنه اتنازلوا عن مبادئهم وإيمانهم بس بشرط إنه يحكموا على يسوع المسيح وهذا أحباء بتشوفوا اليوم من هذا الناس المليانة حقد وضغينة وكرهية ليه؟ بكرها لأنه بختلف معايا مش من ديني بكره فهي نفس الروح ما تغيرت هذا روح شرير ينبغي أن يطرد وأن ينتهر بس التهم الأكبر قالوا إنه هو المسيح يعني الملك ملك طبعا أخذ يسوع لجوه قالوا يسوع مملكتي ليست من هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون بلاطوس كان عارف ببراءة يسوع المسيح ولكن اضطر أن يحكم على يسوع المسيح وهذا طبعا شهادة أو وصف متعار تاريخيا لرؤساء الكهنة مع بلاطوس اللي حكموا على يسوع لكن بمشورة الله المحتومة من واصل حديثنا في الأسبوع القادم والرب يبركك اشتركوا في القناة